لماذا سميت العاصفة دانيال بهذا الاسم؟ ان انتقاء اسماء العواصف والاعصير يستند الى المعايير الدولية حيث تبدأ القائمة بحرف الـ A ثم ترتيبها ابجديا وفي كل مرة تقع عاصفة او اعصار يأخذ العلماء اسما ابجديا يطلقونه على النظام الجوي وبحسب الترتيب الابجدي فقد وقع الاختيار على اسم دانيال سميت العاصفة دانيال بهذا الاسم لانها العاصفة الاولى التي تم تسميتها في موسم الاعاصير الاطلسي لعام 2023 تتم تسمية الاعاصير في المحيط الاطلسي باستخدام قائمة مسبقة من الاسماء يتم تداولها كل عام ثم يتم اختيار الاسماء من قائمة دولية يتم تحديثها دوريا وتم اختيار اسم دانيال من قبل لجنة الاعاصير التابعة لوكالة الارصاد الجوية الامريكية كما تم اقتراح الاسم من قبل لجنة الاسماء الوطنية للأعاصير في الولايات المتحدة يطلق على الاعاصير اسماء اشخاص لاسباب مختلفة منها لتسهيل تذكرها وتمييزها حيث تتشكل الاعاصير في كثير من الاحيان ثانيا للمساعدة في توعية الجمهور حيث يمكن ان تساعد اسماء الاشخاص الناس على فهم ان الاعاصير ليست مجرد احداثا طبيعية مجردة بل هي احداث يمكن ان تسبب اضرارا كبيرة للحياة والممتلكات ثالثا لاحياء ذكرى الاشخاص الذين ماتوا في الاعاصير ففي بعض الحالات يتم تسمية الاعاصير على اسم الاشخاص الذين ماتوا في الاعاصير السابقة وهذا بمثابة تكريم لذكراهم في البداية كانت الاعاصير تسمى باسماء اشخاص مكروهين ولكن في عام 1953 بدأت لجنة الاعاصير التابعة لوكالة الارصاد الجوية الامريكية في استخدام قائمة مسبقة من الاسماء للذكور والاناث يتم تدوير هذه القائمة كل عام بحيث لا يتم استخدام نفس الاسم مرتين في نفس الموسم اشتركوا في القناة